واقعيا أيضا نتكلم بواقعية أنه هي ظروف سائرة على ذات النهج الحالي الآن لأنه هي مشكلة يحتاج لها أولا أساس عميق جلب الشركات ليس بالهين في الوقت الحالي وأيضا يعني صناعة مشاريع تخص هذا القطع في الوقت الحالي ليس بالهين إضافة إلى أن هناك قطاع التيار الكهرباء أو قطاع وزارة الكهرباء بالأخص الأعم أنه هي لديها مشكلات كثيرة فهي تحتاج وقت لإدامتها وتحتاج وقت للخلاص من هذا الموضوع ليس في الوقت الحالي أعتقد أنه ذات النهج سيستمر إلى نهاية موسم الصيف